يتصدر لبنان قائمة الدول المدينة في العالم إلا أنه يحتل المرتبة 19 عالمياً بين الدول الأكثر استحواذاً على الذهب كونه يمتلك نحو 286 تون من الذهب بقيمة قد تتعدى 16 مليار دولار جمعت الدولة اللبنانية موجوداتها الذهبية تدريجياً ونجحت في حمايتها من السطو والفساد بسن قانون عام 1986 منع التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصر في لبنان أو لحسابه بصورة استثنائية مهما كانت طبيعة هذا التصرف ومهيته سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة وهذا القانون لازال ساري المفعول حتى الآن ولكن لا ينفك سارقو الأوطان في محاولات بيع الذهب أو استثماره بحجة سد عجز الدولة فمع اجتداد الحرب الأهلية في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي وتفكك الدولة طرح مصر في لبنان فكرة بيع جزء من موجودات الذهب والحصول على عملات أجنبية للدفاع عن سعر صرف الليرة كما عادت هذه الفكرة إلى الواجهة في التسعينات بحجة تمويل مشاريع الأعمار ثم عادت وظهرت مجددا في باريس 2 بحجة سد جزء من الدين العام ويعاد طرحها اليوم بحجة دعم الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان وتفادي الاقتراض الخارجي لدعم ميزان المدفوعات رغم صمود قانون منع التصرف بالذهب اللبناني منذ 32 عاما هل ستقود وقاحت من سرق كل مقدرات الوطن وفكك مؤسساته إلى تعديل هذا القانون واستباحة الذهب وصرقته كما سرق النفط قبل استخراجه؟